اهلا وسهلا نعم مفاوضات سقف الدين لا يزال الحديث الاهم في الاسواق مع التفاؤل بان الحل اقترب ان يطفو على السطح بحل وسطي بما يخص ميزانية الانفاق الاخبار ذكرت بان الاتفاق قد يتم في اجازة الاسبوع من ناحية اخرى فمحضر اجتماع الفدرالي ذكر المخاوف من التضخم المرتفع واظهر انقسام بين اعضاء الفدرالي حول الخطوة التالية في دور التجديد السياسة النقدية الاسواق لا تزال تسعر امكانية رفع الفائد بمقدار 25 نقطة اساس في الاجتماع القادم باحتمالية فاقة 40% بينما قرر بنك نيوزيلندا رفع الفائد بمقدار 25 نقطة اساس لمستويات 5.5% لكن بيام بنك نيوزيلندا قد اعطى انطباع بان اخر عملية رفع فائدة قبل التوقف بما يخص الارقام الاقتصادية فجاءت القراءة الاولية للناتج المحلي الاجمالي في امريكا عند 1.3% المنطقة الايجابية كانت قراءة ممتازة في ظل مخاوف الركود بينما مؤشر مديري المشتريات في القطاع التصنيعي كان ضمن دائرة الانكماش للاتحاد الاوروبي بريطانيا وحتى الولايات المتحدة الامريكية بينما على المستثمرين متابعة البيانات الاقتصادية في جلسة الاسبوع القادم قراءة التضخم من استراليا واللي من المتوقع ان تسجل استقرار وبيانات الوظائف الامريكية والمتوقع ان يضيف الاقتصاد للولايات المتحدة الامريكية 180 الف وظيفة بشكل اقل من القراءة السابقة عن 253 الف وظيفة بينما قد ترتفع البطالة الى 3.5% من 3.4% اما متوسط الاجور قد يسجل استقرار على اساس سنوي عند 4.4% ننتقل للتحليل الفني لجلسة الاسبوع القادم نبدأ مع الذهب يتداول الذهب حاليا عند مستويات الحد السفلي للقناة السعرية الصاعدة عند مستويات 1935 كما يرتكز مستويات المتوسط المتحرك 200 على الفريم اليومي امكانية الارتداد الصعودي واردة بالنسبة للذهب حول مستويات 1955 ثم مستويات 1969 بشرطين الشرط الاول ثبات التداولات اعلى مستويات الحد السفلي للقناة السعرية الصاعدة كما امكانية استمرار المفاوضات لسقف الدين اي عدم الوصول الى اتفاق اي اتفاق لسقف الدين قد يدفع الاسعار لكسر الحد السفلي للقناة السعرية ومنها امكانية الضغط الهابط للذهب نحو مستويات 1917 ثم مستويات 1900 بمعنى ان الذهب مرهون بالتداولات السعرية بكسر الحد السفلي للقناة السعرية الصاعدة والاتفاق لسقف الدين لاستمرار الميل الهبوطي للذهب في الفترة القادمة خاصة مع تسعير عمليات رفع اسعار الفائدة في اجتماع الفدرالي القادم بنحو 53% الى 54% وعلى اداة سيامي جروب بالنسبة لاجتماع الفدرالي الامريكي القادم ننتقل لتحليل اليورو ضغط سلبي واضح اليورو بعد الكسر للخط الاتجاه الصاعد ثبات التداولات ادنى مستويات دولار 8 سنت قد يدفع اليورو لاختبار مستويات دولار 6 سنت ثم دولار 5 سنت في الجلسات القادمة بشرط طبعا ثبات التداول ادنى مستويات دولار 8 سنت بالنسبة لليورو ننتقل لتحليل الباوند الباوند نفس السلوك السعري بالنسبة لليورو كسر خط الاتجاه الصاعد الضغط السلبي بعد كسر مستويات دولار 25 سنت امكانية الميل الهبوطي لاختبار مستويات 22.60 ثم 20.70 واردة بالثبات التداول طبعا ادنى مستويات 24 الفيجر و 24.60 المنطقة السعرية للمقاومة على الكابل ننتقل لتحليل الين الين زي ما لاحظنا ضغط ايجابي بشكل كبير في تداولات السابقة عدد من الشموع اليومي الصاعدة المتتالية بالنسبة لليان امكانية الوصول نحو مستويات 142 على ما اعتقد واردة بثبات التداولات اعلى مستويات 139.70 لليان طبعا كنا قد تحدثنا في الفيديو السابق عن امكانية الارتدادات السعرية الصاعدة بالنسبة لليان عند مستويات ما يقارب 134 في الفيديو السابق في الاسبوع الماضي ننتقل لتحليل الاسترالي الاسترالي كذلك ضغط سلبي على اثر طبعا قوة الدولار الامريكي في الفترة الماضية كسر خطأ الاتجاه الصاعد عن مستويات 66.40 دفعت الاسترالي لاختبار مستويات او كسر حتى مستويات الدعم السعري 65.75 فلذلك الدعم اللي تتحول المقاومة قد يكون مستويات جيدة ثبات التداولات ادنى مستويات 65.75 قد يدفع الاسعار للهبوط لمستويات 64.15 طبعا ثبات التداولات ادنى المقاومة 65.80 شرط اساسي للميل الهبوطي الاسترالي خام غرب تكساس النفط يتداول اعلى مستويات المنطقة السعرية ومنطقة الدعم السعري 70.80.70 دولار لبرميل النفط قد يدفع الاسعار لاختبار مستويات 74.55 ثم 76.70 المتمثل بخط الاتجاه الهبوط طبعا شرط ثبات التداولات اعلى مستويات 70 دولار لخام غرب تكساس لتشكيل الميل الصعودي للنفط نختم مع الداو جونز الداو جونز يتداول كما ذكرنا سابقا في نطاقات بين خط الاتجاه الصاعد بالنسبة للداو جونز وخط الاتجاه الهبوط زي ما ولاحظنا الفترة الماضية ثبات التداولات السعرية داخل النطاق اللي حتى الآن مستمر دعم سعري جيد عن مستويات 32.640 المتمثلة بمنطقة سعرية قوية خط اتجاه صاعد المتوسط المتحرك 200 على اليوم تشكيل شمعة ريفيرسل أيضا عند خط الاتجاه أو عند مستويات الدعم السعري قد تدفع الداو جونز لإمكانية تسجيل ميل صعودي نحو مستويات 33.500 ثم 33.900 في جلسة الأسبوع القادم بشرط طبعا ثبات التداولات السعرية أعلى مستويات الدعم السعري اللي ذكرناها 32.470 تداولات موفقة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة